البريوش اللي ستيكس اللي احنا نبدأ نعمله النهاردة الموضوعه حلو جدا هو عيش بتعمل بتحط في وصيون بتعمل زي البول كده بتحط جنب بعضه وبعد كده بتحط في الخلة ويتحط ويتخمر ويتسوى بالخلة نفسها دي العجينة البريوش اللي احنا نبدأ نشتغل تقطع العجينة دياتها ورهها لحضراتكم احنا هنشتغل فيها ازاي ولكن انا بحاول انها على قد مقدر انها اضطحها يعني صغيرة مثلا حوالي قلنا مثلا لو عندك نزان 30 جرام او 35 جرام عشان يبقى كلها مقاس واحد تطلع في الاخر شكلها حلو دي عجينة البريوش عملناها اكتر من كزا مرة ممكن نزل المقادر متاعتها وقولك اتعملت ازاي انا بس بديك الفكرة وانت ايه اشتغل بها على طول طيب عندنا ايه بقى اللي انا هبدأ احشي بها هنا انا هجيب عندي مكس جبن ونبدأ نفتحها كده بسم الله ونبدأ نحطها كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه واللفها كده ونقوم حطينا فيه البنكون اللي هو التوست الياباني معروف اوي او بسيمسن يعني لو ما فيش عندك البنكون ده ده على فكرة توست ابيضة جماعة مجروش يعني لشان بس الناس بيسأله وايه ده ايه ده توست ابيض متنشف ومطحون البقصومات الصيني المعروف يعني اهو 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 بيقولها عن البقصومات الصيني بتعمل فيه الجنباري بتعمل فيه الفراق بتعمل فيه كل حاجة فبعد كده بقوم ايه ركنها دلوقتي هاخد التانية اللي بعد كده على طول اتاخد الجبنة وتقوم يحطنها بالشكل ده وتقوم يلفاها هنا وبعد كده نقوم حطينها فين؟ في البنك اللي قدام حضرتك ده اللي هو البقصمات الصيني وقلنا البقصمات الصيني ده عبارة عنين بس طبعا ممكن تعمليه في البيت البقصمات الصيني على فكرة ان انت بتجيب التوص الابيض وتشيري منه الحروف وبعد كده بتبقى ان انت تحطيه على درجة حرار الفرن الثمانين وبعد كده بتاخديه وتحطيه في الكبة يطلع معاك كده ناخد الجبنة هات هننزل المقدير دلوقتي ان شاء الله ايه المقدير بنزلد ماشي يا أستاذ تمام ماشي ونبدأ اللي احنا اللف بص يا باشا بقى بنجيب عندي صوج نوم حطينه كده أستاذ ومعد كده بنقوم الفكرة حلوة اوي انت بتاخد كده العجينة بتقوم حطاها كده في النص وكده زي الشيش بالزبط فكرة حلوة اوي اوي وتقوم وقتها كده ونزلها وتقوم حطاها فين هنا حاولي بس تفرق من كل يعني كل واحدة واحدة كده حاجة بسيطة جدا عشان تعمل حساب اللي ايه طبعا هتتخمر معاكي وهدان معاكي هتبقى عاملت زي حلوة اوي بص الجمال اهي تطلع وبتحطي كده يعني تعود في طالية عمي تشتغلي جم بعضهم كده لحد ما تبدأ اللي هي تخلص وبعد كده تبدأ اللي هي تستوي عادي جدا جدا فالفكرة في ايه بقى فكرة انت هتاخدل العساكرة زي ما هي وتقوم حطاها فهتبقى شكلها حلوة اوي ان شاء الله تشوفوها بعد ما تطلع هتبقى عاملت زي تعالي اعمل واحدة كمان العجينة احنا السبع ملنهاش على فكرة هنزلوكو المهدير دلوقتي ان شاء الله احط دير واحنا شغالين يعني نسرق دينا بقى اي جبن عندك تشتغل معاكي تبقى زي الفل ان شاء الله والف حط هنا كده واللف كده ونحطين هده تمام يا استيسحان دي كده اهو هم؟ انت عارف ريب يا مصرم تمام؟ ناخد بقى عندنا تخلى ونبدأ نحطها كده بالشكل ده اخوة ونبدأ نشيش بالشكل ده تمام؟ ننزل بس تحت شوية ودي اهي وبعد كده بنبدأ نحطها فين؟ طبعا بنبعدة كل واحدة واحدة كده بنبعدة عن التانية عشان لما تيجي تتخمر معايا عشان لما تيجي تستو معايا طيب العجينة كان بتعمل ازاي بقى؟ العجينة بجيب عندي اول حاجة بعمل عندي البوليش اللي انا هبدأ اشتغل بيه للعجينة عشان تديني ريحة حلوة لها بجيب عندي معلقة كبيرة من الخميرة وعندي معلقتين كبار من الدقيق وعندي نص معلقة كبيرة من السكر وبعد كده عندي اللبن الدافي حوالي كباية من اللبن الدافي نقلبهم كده مع بعض مقادير العجينة قدام حضراتكم ميلا بنسيبها ايه؟ تخمر لوحدها جميل؟ كان بقى ساعتين اتنين في التلاجة في التلاجة مش بره فكرة ان البوليش لما بتحط في التلاجة يدي ريحة وطعم افضل بكتير جدا لما تحط بره وهتخمر على فكرة انت بتقلب فليها بس كده بستراتش وبعد كده تقوم يدخلها عندك التلاجة وممكن تبايتها لتاني يوم على فكرة مفيش اي مشكلة خالص فالتالي لما تيجي تفتح بقى الستراتش كده وتشم الروايح الجميلة اللي توقع موجودة الكلام ده هينعكس على العجينة او على فكرة اهو ناخد بقى عندنا نكمل بقية الايه؟ المقادير هاخد البيض ونص كيلو من دقيق بسم الله هادي نص كيلو من دقيق المهم حطينهم عندنا فيه العجان وبعد كده بقوم واخد عندي البوليش بتاعنا حطينه كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه واتنين عدد بيت هي عجينة بتبقى جنيه جدا معلقة كبيرة من السكر وشوية ملح جميل؟ وتقوم ايه؟ قفل العجان وتشغل على السرعة الاولى نرف بص يا عم حمدي بقى بنعمل ايه؟ بنقوم واخدينها كده هوا بنقوم حطينها في الخلة وكده تمام؟ وكده وكده ماشي؟ وبعد كده بنقوم واخدينها عندنا حطينها فيه عندي على السوج عشان تخمر معاه طيب العجينة بقى بنعمل فاضل اخر حاجة فاقة والسحام دي العجينة لما تهيت مع البوليش اللي حطناه بنبدأ نضيف عندنا الزبدة الطرية اهو واحدة واحدة اهي نقوم مكعبات كده في الاخر بتديني المطة اللي انا محتاجها وبتديني كمان القوم اللي انا محتاجه للعجينة بتاعتنا اللي احنا بنبدأ نشتغل بها دلوقتي بنبدأ نريحها 10 دقايق بعد ما تبعجن وبعد كده بنبدأ اللي احنا نشكلها زي اللي قدام حضراتكم دي انا هكمل الصاج واخمره وبعد كده نبدأ اللي احنا نشكلها خدنا العجينة طبعاً وقدام حضراتك اللي احنا عجلناها هي تمام؟ وبنبدأ اللي احنا قطعها مكعبات صغيرة ونبدأ نحشها جبنة ونحطها لاما في البقسمات السيني او البنكون او تقدر يتحطيها في السمسن يعني عندك حاجتين اتنين تقدرين تشتغل منها بعد كده حطناها في العصيون الاستيكس قدام حضرتك وحطناها بالفرن تتخمر على فكرة فرن ده مش شغالي هو كان شغالي على درجة حرامية وانا فصلته خالص وهو بس فيه حرارة بسطة جداً فهيبدأ اللي هو يخمر لحاجة ونسويها زي ما هي تتقدم بالعصيون كده بتبقى جميلة العيش اللي احنا عملناه وحطناها في عصيون دخلناها الفرن عشان يكمل التسويم بتاعتها دي الفكرة أستاذ حمدي بقى ده 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 الموضوع بقى ده الموضوع هوبا وقت عشان انا مسكتها غلط جميلة 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 ألحق نفسي بقى ألحق نفسي بلاش يعملها كده هي كده قادي قدام حضراتك وهيت ما شاء الله تتحط عندنا فيه مع الطفل بياكلها ومحشية جبنة من جوهة والدنيا فل تعال نفتح واحدة كده حمدي ونشوفها بص الكلام من جوه بيعيني هلا 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 ماشي أستاذ حسنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة